اكد سعادة المستشار راشد محمد بنجم الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية لشعب البرلمانية أن مملكة البحرين اتخذت خطوات متقدمة نحو دراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في مختلف المجالات وفق رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه المتمثلة في تبني التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية الذي عقد اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة السابعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني حول مهارات الإدارة البرلمانية فيما يتعلق بتنظيم واستخدام الذكاء الاصطناعي ولفت ابو نجمى إلى أن الأمنتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع كمشروع المضبطة الالكترونية الذي ساهم بشكل كبير في تطوير آلية ذكية لإعداد مضابط الجلسات ومشروع هالابوت الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الالكترونية البرلمانية اعتمادا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبين ابو نجمى أن آليات التحول الرقمي حافظت على استمرار العمل البرلماني خلال فترة جائحة كورونا لافتا إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف تعزيز الخدمات الالكترونية وتوفير بيئة رقمية آمنة تضمن استمرارية العمل عن بعد ترجمة نانسي قنقر